سيتجنب خليل زينب حتى من نفسه لأن خليل يحب زينب كثيرا ويحبها لكن خليل لا يستطيع الاعتراف بحبه لزينب لكن في الحلقة القادمة سيبدأ هذا الحم تلقائيا حيث سيكشف خليل الحقيقة عندما تعلم زينب الحقيقة في البداية لن تكون قادر على تصدق أن خليل سيفعل بها هذا الشيء السيء حتى أن زينب ستظهر أمام خليل وتحاسبه لكن خليل سيواصل صمتها تجاه زينب عندما ترى زينب صمت خليل ستدرك أن كلما تعلمته الصحيح وستصاب بخيبة أمل كبيرة ولهذا السبب لن تتحدث زينب مع خليل لفترة باختصار زينب سوف تشعر بالإهانة من خليل لكن لحسن الحظ سيجد خليل طريقة لاستعادة قلب زينب ونتيجة لذلك ستسامح زينب خليل وهكذا يبدأ حب خليل وزينب على قدم وساق وفي الحقيقة في الحلقة القادمة سيتزوج خليل من زينب لأنه بفضل زمر ردعانم سيتم زواج خليل وزينب الرسمي وبالطبع سيعارض ألبر بداية هذا الحب لكنه سيفشل في تحقيق أهدافه لكن خليل لا يزال بحاجة إلى توخي الحذر الشديد ولأن ألبر لا يستطيع الحصل على زينب فسيتم شهد ضد خليل مرة أخرى نتيجة لذلك سيقوم ألبر الأمة باختطاف زينب أو سيلغب ألبر في إطلاق النار على خليل لكن عندما تر زينب أن ألبر سيطلق النار على خليل ستقذز على الفور أمام خليل ونتيجة لذلك فإن الشخص الذي سيتم إطلاق النار عليها ستكون زينب سيكون هناك مشهد حزين للغاية في نهاية الموسم من المسلسل في نهاية الموسم من المسلسل ستضطر زينب إلى مغادرة خليل أو سيصاب أحد بين خليل وزينب بجروح خطير حتى المشهد الذي يموت فيه خليل أو زينب سيعرض لنا لكن لحسن الحظ لن يموت أحد لأن خليل وزينب هم الشخصيتان الرئيسية الوحيدتان في المسلسل بالإضافة إلى ذلك وقعت زينب وخليل اتفاقية الموسمة الثاني مع المسلسل لذلك يمكن للجميع أن يشعروا بالرحة حيال هذا الأمر أما الحلقات القادمة فستنتظرنا مفاجأة جميلة في المسلسل لأن زينب وخليل سوف يذهبني في إجازة طويلة جدا بمجرد زواجهما حتى أن زينب ستحمل من خليل عندما تعود من العطلة فهل تعتقدون أن ألبير لديه فرصة في الحب ضد خليل سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى